السلام عليكم في فيديو النهاردة كده هنعمل كيكة الترليتشا او كيكة الحليب التركية بطريقة سهلة وبسيطة لاي ست بيت تقدر تطبق الوصفة الجميلة بتاعتنا دي طبعا لو اول مرة تشوفوا قناتي احب اعرفكم بنفسي انا ام احمد وطبعا قناتي عبارة عن اي وصفة سهلة وبسيطة نقدر نطبقها مع بعض وهو وصفات تانية برضو تنفع لشغل الانلاين نبدأ كده الاول ونسمي الله ونقول لاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وشايفين الكيكة الجميلة بتاعتنا دي بمكونات سهلة وبسيطة خالص نقدر نطبق الوصفة الجميلة دي الكيكة بتاعتنا اسفنجية وهشة وجميلة جدا وطبقة الكريمة مع طبقة السوس الكرامل ده حاجة كده وه طبعا اتمنى لو اول مرة تشوفوني يا ريت ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان تشوفوا مني كل جديد ونبدأ كده الاول ونخش على المكونات بتاعتنا على طول ونبدأ كده ونجيب المضرب بتاعنا طبعا ناشف زي ما احنا متعودين مع بعض في شغلنا على طول لازم المضرب يكون ناشف هيكون معايا هنا ثلاث بيضات طبعا بدرجة حرارة المطبخ يعني الجو برد ما ينفعش نطلع اي حاجة من الثلاجة وحطيت معايا كمان نص كباية من السكر ونص كباية من المية ومعايا معلقة من محسن الجل ونقدر نستغنى عن معلقة المحسن الجل في الوصفة دي لو مش موجود هنستكفى هنا بكمية بيكن بودر مناسبة انا دلوقتي حطيت نص كباية من المية على نص كباية من السكر على الثلاث بيضات على شوية نص معلقة كده من الفانيليا وتنتني اضرب كويس جدا لحد مداني الكوام الجميل ده عشان ان انا حطيت معلقة من المحسن الجل لو احنا استغنينا عن معلقة المحسن الجل هنتنينا نضرب برضو عادي زي ما نكون بنعمل اي كيكة عادية لحد ما كوام البيت بتاعنا يرتفع كده والكوام يتغير خلاص دلوقتي احنا سواء عندنا بقى المحسن او غير المحسن يعني المحسن حطنا او مش موجود هنعمل نفس الطريقة دي باستثناء المحسن حتى لو مش موجود معايا كمان كوبايتين اتنين من الدقيق حطيت عليهم معلقة من النشا ومعلقة كبيرة من البيكن بودر لو مش موجود المحسن الجل هنحط كيس بيكن بودر كامل بس كده وهنزل بكمية الدقيق بتاعتي على الخليط اللي انا ضربته الاول وهضربه باي مضرب يدوي او الاسباتورة بتاعتي بس في اتجاه واحد بحيس ما خرقش كمية الهواء اللي انا دخلتها بدربي في المضرب جبت الصانية بتاعتي ده هنتها دهنة من الزيت وبضرتها كده بشوية من الدقيق خلاص درجة حرارة الفرن انا مولعاها من قبل ما جاهز في الكيكا بتاعتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة حوالي 20 دقيقة من 20 دقيقة 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن وهنختبرها وبعد كده هنطلحها من الفرن على طول جيت هنا قدتها كده كم فتحة كده بالشكل ده بحيس اسقيها بكباية من الحليب طبعا انا حطيت على الحليب بتاعي معلقة كبيرة من السكر تقدر تزود السكر او وينفع تستغني عن السكر خالص ده حاجة ترجع للرغبة يعني على حسب كمية السكر اللي بتتحبوها فخلاص كده سقيت الكيكاية بتاعتي بكباية الحليب اللي معي استنى بقى عليها تبرد تماما يعني تبقى خلاص بردت جدا واجيب هنا معي نص كباية من الكريمة على نص كباية من الميا على ربع كباية من السكر البودرة وشواء نص معلقة من الفانيليا ودربتهم مع بعض بالشكل ده وجيت هنا نعمل الطبقة التانية افردهم بقى بالشكل ده واحاول على قد ما اقدر ان انا ازبط الوش الكيكاية بتاعتي بالكريمة يبقى كله متساوي بحيث ما اجي اعمل طبقة الكرامل واهم خطوة تبقى الكريمة بتاعتنا متساوية بحيث شكل الكيكاية بتاعتنا تبقى جميلة جدا اي حاجة موجودة عندنا نقدر نعمل بيها بالشكل ده اسبطولة سكينة اي حاجة يعني مش لازم يكون ادوات تزيين ولا اي حاجة بالشكل ده ساوتها وابتدي بقى ادخلها التلاجة لحد ما اجهز سوس الكرامل بتاعنا ودي اهم خطوة واحلى خطوة في طعم الكيكاية بتاعتنا الجميلة معايا كده نص كباية من السكر ونزلت بيها كده في طوصة نشفة اهم حاجة ان انا محطش المعلقة بتاعتي الا بعد من السوس بتاعي او السكر بتاعنا يبتدي احرافه كده ساحت ابتدي بقى اقلبه باي اسبطولة كده بحيث اجيب كل الجوانب وطبعا ما بين ان احنا نعمل السوس الكرامل مزبوط وما بين حارقه لحظات فلازم ان نبقى احنا مخليين بالنا منه كويس جدا وقلبه كده في اتجاه واحد وعلى طول يعني ما خليش اي مكان مني يحمر ولا يتحرق لان طبعا اللون هيمرر اللون هيتغير والطعم هيمرر وهتبقى حاجة وحشة خالص فاهم حاجة ان احنا نعمل السوس الكرامل بتاعنا ده مزبوط خلاص شايفين بقى اللون الجميل ده خدته وساحت وبقت زي الفل اجي بقى هنا معايا مقعبين اتنين من الزبدة اهم حاجة ان ما نقول زبدة يبقى لازم زبدة ماينفعش الزبدة نبدلها بسامنة يعني ده حاجة السوس الكرامل بتاعنا مالوش بديل لازم مقعبين اتنين زبدة ومعايا كمان نص كباية من الحليب نزلتي بيهم كده على الكرامل بتاعنا يعني هيبتدي يمسك في نفسه تاني يرجع كده لطبيعته ما نخافش خالص هنتنين مستمرين في التقليب على نار متوسطة يعني مش عالية يعني متوسطة خالص خلاص اول ما فك معايا وغيلي حوالي دقيقتين ابتدت جبته كده في اي طبق عندي واستنى عليه لحد ما يبرد طبعا هو اول ما فضيته لسه سخن فكوان بتاعه سايل شوية طبعا سبته برت خالص كوان بتاعه تقل خالص معايا ها وبتديت بقى جبت الكريمة الكيكاية بتاعتي وبتديت ازين كده على وش الكريمة بالشكل ده السوس هنا طعمه رهيب يعني اي حاجة ممكن نعملها بالسوس الجميل ده تحليها كمان فوق حلوتها وككاية يعني مفيش اسهل ولا احسن من كده نقدر نقدمها لأولادنا في اي مناسبة حاجة كده قريبة للجتوم مش هنسميها كيكا خالص لان هي فعلا حاجة تحفة جدا وطبعا معايا كمية من الكريمة بقية من اللي انا قدمتها او استخدمتها كده على الوش خففتها بشوية من المية وحطتها في كيس اي كيس حلواني او اي كيس عادي لكياس اللبن بتاعتنا وبتديت اعمل بيها خطوط كده على وش الكرم البتاعنا نقدر نستغنى عن الخطوة دي لو كمية الكريمة ما قضتش طبعا هنا انا ابتديت بقى اضطحها بس بعد ما سبتها حوالي عشر دقائق في التلاجة بحيث السوس بتاعنا يمسك نفسه شوية والدنيا تضبط هنا بقى في التقطيع انا بعملها معاملة الجتوم يعني ما بين كله قطعة والتانية بخسل السكينة بمية سخنة وانشفها بفوطة نشفة واجي اقطع كده بحيث ما بهدلش الطبقات بتاعتي عشان الكريمة ما تبقاش متلحوسة كده من بره ويبقى شكلها جميل جدا نبتدي بقى طبعا تسقعناها شوية وبتديتها تطلحها كده يعني بألف هنا وصحها وصفة سهلة جدا تقدر يتحضريها في اقل من عشر دقائق تكون جهزناها وبجد طعمها جميل جدا وحلوة يعني تبسط الاطفال من غير تعب ومن غير جهد قدرنا نبسطهم وبتلت بيدات بس عملنا صانية جميلة وصانية كبيرة حاجة كده بديل للجتوه وبجد طعمها رهيب طبعا اتمنى ان انتوا تجربوها ولو الوصفة عجبتكم ياريت ما تنسنيش في تعلاقاتكم الجميلة وطبعا انا بستنى منكم تعلاقاتكم الجميلة زي ما تعودت منكم وبتقولولي رأيكم في كل حاجة انا بعملها وطبعا هو كلامكم وتشجيحكم ليا ده اللي بيحفزني ان انا اعمل لكم وصفات تانية حلوة كتير لاي ست بيت تقدر تعمل حتى لو ما عندهاش امكانيات ده هدفي ان انا اوصل لكل بيت مصري بسيط يقدر ينفذ اي حاجة في اي وقت يعني امكانيات بسيطة قدرنا نعمل حاجات بسيطة ونفرح بيها اطفالنا طبعا انا عندي وصفات بسيطة كتير على القناة وبرضو وصفات تانية حلوة للانلاين مع بعض كده ان شاء الله مكملين وباذن الله هنكمل مع بعض مع السلام